اشتركوا في القناة وكانت من تحقيق نتيجة الفوز بالتصفية الثانية بتوقيت 11.45 جزء من المئة مسجلة رقما شخصيا ووطنيا جديدا حيث أن الرقم القياسي السابق يعود إلى سنة 1989 حين حققته البطلة السابقة مريم أمزدي توقيت 11.55 جزءا من المئة وتطمح سيا ضمان بطاقة التأهل إلى أولمبياد تاريو دي جانيرو بتوقيت أقل مما حصلت عليه رغم حضور عمالقة المسافة وفي مقدمتهم الإفورية أهوري نوى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمستوى الذي قدمه إشام دقيق مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بعد تتويجه ببطولة كأس إفريقيا مشيرا إلى أن المغرب وضع حدا لسيطرة المنتخب المصري على بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل الصلاة وفض المقع الرسمي للفيفا أن توقيت فوز المنتخب المغربي ببطولة كأس إفريقيا كان رائعا ومتميزا من خلال فوزه في المباراة النهائية في نهاي كأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد المنتخب المصري وبهذه النتيجة سيسافر المنتخب المغربي لمشاركة في كأس العالم المقرر تنظيمها بكولومبيا تعهد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ويسي وجه الدعوة إلى اللاعبين الأولمبيين من أجل ضمان التأقلم رفقة الفريق الأول مشيرا إلى أنه تابع مجموعة من المباريات بالقسم الوطني الأول ولحظ مجموعة من الأمور الإيجابية وكما تحدث رونار عن مستوى البطولة الوطنية خلال الجماع الذي عقده فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع مدربي أندي القسم الوطني الأول والثاني على هامي الشلقاء الذي عقدته معهم الإدارة التقنية الوطنية عقد سعيد حسبان رئيس الجديد لفريق الرجاء البيضوي جماعا خاصا مع جميع مستخدمي النادي ويتعلق الأمر بكل من حراس الأبواب وحاملية الأمتعال مكلفون بصيانة العجب حاملات النظافة لطمأنتهم بخصوص مستقبلهم داخل الفريق وبدر رئيس الفريق الأخضر في مخاطبة موظفي وعمال الفريق ولم يفوت أيضا الفرصة بتقديم وعود بصرف جميع مستحقاتهم المالية العالقة لحد دياء الساعة مؤكدا أنه يعمل جاهدا في الوقت الحالي على تجاوز الأزمة المالية لصرف أجور جميع الموظفين والمستخدمين داخل النادي مشاهدين بهذا وصلنا للنهاية الموجز نشكركم على المتابعة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة